رسالي للأم خلينا أكلمك كأم أنت شو شعورك بهذا اليوم في عيد الأم بفتكر فعلا لما المقولة أمي صنعتني فبشعر أن كل حاجة أنا موجودة فيها دلوقتي لأن أمي تعبت معي فبالنسبة لي الأم وناس كتيرة مش بس أنا ناس كتيرة هتتفق معي الأم مثل حقيقي عن المحبة ومتهيئة لي الأكتر حاجة بتفرق معي عن الحب أمي أو الأم بتدي صورة مبسطة حقيقية حقيقية لحب الله الغير مشروط ودي حاجة بتفرق معي قوي قوي إن أنا مقبول ومحبوبة زي منا من غير معمر حاجات كتيرة أو عظيمة لكن أنا مقبولة زي ما بيقولوا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر